أحد بقيت لسؤال مهم جداً أسألك كابتن الجهاد عليه ماشي جمهور الزمالك مسؤولي نادي الزمالك الأنين من الموقف الأخير ده أنه الحكام في المباراة اللي جاية لنادي الزمالك يبقوا بيحاولوا مش لازم عن عمد يعني أنه هم ما يساعدوش الزمالك أنه هم ما يضروا الزمالك لأ أنا هرد عليها أقوله أن كل المسؤولين الأندية الأنين بسبوع الجاية كله فمطلوب من ناينة الحكام إيه؟ لو سمحت أنا نصيحة للناس كلم كل حاكم على حدع تليفونياً حتى طمّنوا كلموا نفسياً لأن إحنا كلنا في وضع صعب أنا أفتكر الموقف في كهس أم أفريقيا كان عندنا في دور قبل النهائي عشرين تلات عشر كان عندنا مشكلة كبيرة في قبل النهائي كان على ما أصدتها ذكرت دانيال بينت والدنيا قامت ما عادتش في البطولة إحنا بعد البطولة تاني يوم التدريب بتاعنا كل إيدي ما إيه كان مسؤولي التطوير والتدريب في الاتحاد أفريقي كل واحد مسك كورة قال لي مش هنتضرب بدني ولا نمسك صفارة ولا نمسك راي امسك كورة وخش في الشبكة اغبض القرى في الشبكة تلع نفسياً عندي عشان تخرج من الضغط أنت فيه لأن أي خطأ كبير زي ذا زي اللي حصل دا كان موتش قبل النهائي يوتر الكل كله متوتر فأنا عايز أقول له أن مش زي مالك بس حتى كل الأندية الآن الطبيعي اللي حصل حدث مش سهل سواء أخطاء بحكامك قبل نمطش بساعتين ولا بثلاث ساعات جاهزهم نفسياً دا مهم جداً ناف مع الناس وأنا شخصياً هتكلم الناس أنا برضو هساعد زميدي أنا في الآخر هتكلم الناس أنت بنفسك طبعاً أنا مش مسؤول بس في الآخر زي عايزهم ننجحهم لأن الموضوع صعب الموضوع صعب جداً أنت مش تخيل لو يحس الموضوع دا للحكم بحس الزمان والنازلين دي ولد مع الضغوط دي الناس طبعاً صعبة جداً أنا لو حكم وبلعب وحد يكلمني عشان يديني سببورت كده ويديني دعم ويقول لي ما تيلعش أنا في ظهرك مش هصدقه تفأول موقف هتسلبني أصلاً حتى لو قدتني أنا في ظهرك بس أقولك على حكم بصراحة وأنا أقولك بمتالصراحة برضو الحكام بيعرفوا بيعرفوا من اللي بيكلم من قلبه وبنية صفية ومن اللي بي كده وكده فالحكام بزي أسكية جداً وكلنا نعرف بحث وكلنا نعرف صلوك بحث فبالتالي اللي بيكلم كل واحد معروف عليه فما تيلقش الحكام أسكية جداً